السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي في نص وظيفي جديد بعنوان المغرب حضارة كونية إذن كما تعودنا دائما نبدأ مع ألاحظ وأتوقع أذكر ما أعرفه عن بعض المآثير التاريخية المغربية إذن بعض المعلومات عن المآثير التاريخية المغربية صومعة حسان توجد بمدينة الرباط صومعة الكتبية توجد بمدينة مراكش جامع القرويين يوجد بمدينة فاس إذن هذه بعض المآثير التاريخية والأماكن التي تتواجد بها ننتقل إلى بما يوحي عنوان النص المغرب حضارة كونية جواب يوحي العنوان بأن المغرب حضارة شاملة ولها مكانة كبيرة في العالم ننتقل إلى أتأمل الصور وأتوقع علاقتها بالنص دل لدينا ثلاثة صور الصورة الأولى هي لقوس النصر بوليلي والصورة الثانية هي برج الدهب بإشبيليا أما الصورة الثالثة فهي باب شالة بالرباط بالجواب نقول من خلال تأمل للصور أتوقع أن علاقتها بالنص ستكون علاقة تكامل وتوضيح لما قد يوجد في النص من أفكار هذه الصور سوف تكون مكملة وموضحة لما يوجد في النص من أفكار ومضامين يريد إيصالها الكاتب لنا ننتقل الآن إلى أقرأ النص يوجد المغرب في موقع متميز على رأس القارة الإفريقية ويشرف على واجهتين بحريتين هامتين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وهذا الموقع المتميز هو الذي جعله وعلى امتداد مئات السنين يؤسس حضارة ذات خصوصيات كانت ولا تزال سلة وصل بين الشرق والغرب من جهة وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى ومن خصائص هذه الحضارة الرسالة الإشعاعية التي حملتها مكوناتها الثقافية إلى القارة الإفريقية حتى بلغت تخوم دولتي النيجري والسنغال جنوبا وحوض واد النيل شرقا فقد ضل المغرب وعلى امتداد عصور التاريخ يقود القوافل التجارية التي كانت تنطلق من شماله إلى الأعماق الإفريقية تحمل الخير والنماء إلى هذه البلدان بالإضافة إلى البعاتات العلمية التي كانت تنطلق من أراضيه نحو هذه الدول وهي روابط امتدت إلى وقتنا الحاضر ثم إن من خصائص الحضارة المغربية قديما وحديثا استقبالها للمهاجرين من الفينيقيين والقرطاجيين والأفارقة والعمل على اندماجهم وانصحارهم ضمن مكونات المجتمع المغربي الذي تميز سكانه بحسن استقبال هؤلاء المهاجرين وتعزيز روابط الأخوة والمحبة معهم ثم لا يخفى الدور الكبير الذي قام به المغرب في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في بلاد الأندلس التي ظلت لثلاثة قرون متواصلة في رعاية الدول التي تعاقبت على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمارينيين وعرفت في عهد هذه الدول ازدهارا لا مثيل له في مجال الأدب والعلوم والفنون وهو الأمر الذي سيكون له بعد فترة من الزمن الفضل في بناء النهضة الأوروبية ولم يفوت المغرب اليوم وبالأمس توثيق الروابط بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين واليهود أيضا تثبيتا للأخوة الإنسانية وتحقيقا لمبدأ التسامع الذي كان ولا يزال الشعار الأسمى الذي يتوج مسيرته الحضارية ذات الجوهر الإنساني الخالد إنها محطات مشعة من حضارة المغرب التي تميزت على امتداد مئات السنين بالعطاء والابتكار والتسامع مع جميع التقافات والأجناس والديانات الشيء الذي ضمن لها التواصل والامتداد والاستمرار حيث لا تزال إلى يومنا هذا تضطلع بالدور الرائد في القارة الإفريقية ولد الدول العربية والإسلامية ولها مكانتها المتميزة في شمال البحر الأبيض المتوسط بفضل صفارائها من أبناء الجارية المغربية المقيمة بدول أوروبا وفي كل أرجاء العالم والآن ننتقل إلى أقرأ وأفهم أنمي معجم اللغوي آتي بخريطة كلمة عرفة إذا نقوم بكتابة خريطة كلمة عرفة إذا عرفة نبدأ بنوعها فعل معناها أو مرادفها علمة أو شهدة بالحسب سياق النص الأفضل هي شهدة ضدها جهلة تركيبها في جملة نقول عرف المغرب تطورا كبيرا ننتقل الآن إلى أبحث في معجم اللغوي عن معنى تخوم الجواب تخوم هي حدود تفصل بين الدول الآن التخوم هي الحدود الفاصلة بين كل دولة وأخرى وخصوصا الدول المتجاورة فيما بينها فتفصل بينها حدود تسمى بالتخوم ننتقل الآن إلى أفهم أين يقع المغرب؟ وما الذي ساعد المغرب على تأسيس حضارته؟ بالجواب يقع المغرب على رأس القارة الإفريقية أي في شمال إفريقيا وخصوصا الشمال الغربي من القارة الإفريقية موقع المغرب الجغرافي هو الذي ساعده على تأسيس حضارته لأنه يطل على واجهتين بحريتين هامتين بطبيعة حالهما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ننتقل إلى سؤال موالي ما الخاصية التي ركز عليها الكاتب في الفقرة الثالثة؟ الجواب الخاصية التي ركز عليها الكاتب في الفقرة الثالثة هي انفتاح المغرب على باقي الجنسيات واستقباله لباقي المهاجرين إن هذه هي الخاصية التي ركز عليها الكاتب في الفقرة الثالثة ننتقل الآن في أي فترة ازدهرت بلاد الأندلس؟ دائما حسب النص الجواب الفترة التي ازدهرت فيها بلاد الأندلس كانت في عهد الموحيدين والمرابطين والمارينيين هذه فترة ازدهار بلاد الأندلس كيف ننتقل الآن إلى كيف كان استقبال المغاربة للمهاجرين؟ إذا المغاربة كيف استقبلوا المهاجرين الذين جاءوا إلى المغرب؟ الجواب دائما وبحسب النص كان استقبال المغاربة للمهاجرين بحفاوة كبيرة وعززوا روابط الأخوة والمحبة معهم نمر الآن إلى ما السر في توتيق الروابط بين المسلمين وغيرهم من اليهود والمسيحيين بالمغرب؟ من المغاربة قاموا بتوتيق الروابط بين المسلمين وبقية الأعراق الأخرى والديانات الأخرى من يهود ومسيحيين الجواب نقول السر في توتيق الروابط بين المسلمين وغيرهم من اليهود والمسيحيين بالمغرب هو سيادة مبدأ التسامح والأخوة الإنسانية بين الجميع المغرب يتبنى مبدأ التسامح والأخوة والانفتاح كذلك على الآخرين ننتقل الآن إلى المغرب رائض في القارة الإفريقية بانفتاحه وتسامحه أوضح ذلك الجواب المغرب رائض في القارة الإفريقية بفضل صفارائه من أبناء الجالية المغربية المقيمين بكل أرجاء العالم إذا المغارب الذين يقيمون في مختلف الدول عبر العالم فهم يقدمون صورة جيدة عن المغرب وهم بمتابة صفراء للمغرب خارج حدوده نمر الآن إلى أفكر يركز دستور المملكة المغربية سنة 2011 على تعدد روافد الهوية المغربية العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوي الحسانية والعبرية والأندلسية والإفريقية المتوسطية أستخرج من النص ما يؤكد ذلك إذا بالعودة إلى النص نستخرج ما يدل على تعدد روافد الهوية المغربية دل نجد في هذه الفقرة ولم يفوت المغرب اليوم وبالأمس توثيق الروافد بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين واليهود هذه العبارة هي التي تدل على تعدد روافد الهوية المغربية نمر الآن إلى يتميز المغرب بغناء آثاره العمرانية أتحدث عن بعضها الجواب المغرب غني بالمآثير العمرانية التي ظهرت العالم وأبرزها جامع القرويين الذي تحول لأول جامعة في العالم ونجد أيضا صومعة حسان والكتبية بالإضافة لمسجد الحسن الثاني المعلمة الدينية المتميزة على المستوى العالمي ننتقل الآن إلى أقرأ وأحلل إذن أقترح عنوانا آخر مناسبا للنص للعناوين التي نقترحها خصائص الحضارة المغربية الحضارة المغربية المغرب حضارة متميزة نمر إلى أربط كل فقرة بفكرتها المناسبة إذن لدينا الفقرة الثانية الفقرة الثالثة الفقرة الرابعة إذن كل فقرة نقوم بربطها بالفكرة المناسبة لها إذن بالنسبة للفقرة الثانية الفكرة التي نربطها بها هي خصائص الحضارة المغربية نربطها بخصائص الحضارة المغربية أما الفقرة الثالثة فنقوم بربطها باستقبال المغاربة للمهاجرين إذن نربطها باستقبال المغاربة للمهاجرين الفقرة الرابعة نربطها بـ تأثير الحضارة المغربية في نهضة أوروبا ننتقل إلى استخرج من النص جملة توجيهية نعود إلى النص جملة توجيهية التي نستخرجها هي الشيء الذي ضمن لها التواصل والامتداد والاستقرار إذن هذه جملة توجيهية نمر إلى أبدي رأيي في قول الكاتب يسعى المغرب دائما إلى توتيق روابط الأخوة الإنسانية لتحقيق مبدأ التسامح الجواب المغرب بلد منفتح على الآخرين ويعتمد مبدأ التسامح من أجل تحقيق روابط الأخوة الإنسانية برغم الاختلافات الموجودة مع الآخرين سواء اختلافات دينية أو عرقية ننتقل الآن إلى أركب استعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفعيا ثم كتابة لن نقوم باستثمار أسئلة الفهم من أجل تلخيص النص شفعيا ثم كتابيا الخص الذي نضعه لكم هو يتحدث النص عن الحضارة المغربية حيث يسلط الكاتب الضوء على الموقع الجغرافي المتميز الذي ساهم في انفتاح الحضارة المغربية على العالم كما ذكر أهم خصائص هذه الحضارة والتي أثرت إيجابيا في نهضة أوروبا وعملت على استقبال المهاجرين والعمال ننتقل إلى استخرج القيم الواردة في الفقرة الأخيرة من النص إذن القيم الواردة في الفقرة الأخيرة من النص هي الابتكار العطاء والتسامح نمر إلى أبحث وعد بطاقة تعريفية لبرج الذهب بإشبيليا تتضمن اسم الدولة المغربية التي بني في عهدها هذا البرج ومعلومات عن البرج سأضع لكم بعض المعلومات عن برج الذهب بإشبيليا اسم الدولة المغربية التي بني في عهدها هي الدولة الموحدية الفترة التي بني فيها قول بني في الثلث الأول من القرن الثالث عشر المكان الذي بني فيه إشبيليا جنوب إسبانيا استعمالاته هو سياج أمن لحماية المعادن الثمينة التي كانت تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك استخدم كسجن في وقت من الأوقات إلى هنا أعزائي نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا النص وقبل أن أترككم في أمان الله سأقوم بقراءة النص لكم مرة أخرى حتى تستطيعوا استعابه بشكل جيد يوجد المغرب في موقع متميز على رأس القارة الإفريقية ويشرف على واجهتين بحريتين هامتين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وهذا الموقع المتميز هو الذي جعله وعلى امتداد مئات السنين يؤسس حضارة ذات خصوصيات كانت ولا تزال سلة وصل بين الشرق والغرب من جهة وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى ومن خصائص هذه الحضارة الرسالة الإشعاعية التي حملتها مكوناتا ومكوناتها الثقافية إلى القارة الإفريقية حتى بلغت تخوم دولتي النيجري والسنغال جنوبا وحوض واد النيل شرقا فقد ضل المغرب وعلى امتداد عصور التاريخ يقود القوافل التجارية التي كانت تنطلق من شماله إلى الأعماق الإفريقية تحمل الخير والنماء إلى هذه البلدان بالإضافة إلى البعثات العلمية التي كانت تنطلق من أراضيه نحو هذه الدول وهي روابط امتدت إلى وقتنا الحاضر ثم إن من خصائص الحضارة المغربية قديما وحديثا استقبالها للمهاجرين من الفينيقيين والقرطاجيين والأفارقة والعمل على اندماجهم وانصهارهم ضمن مكونات المجتمع المغربي الذي تميز سكانه بحسن استقبال هؤلاء المهاجرين وتعزيز روابط الأخوة والمحبة معهم ثم لا يخفى الدور الكبير الذي قام به المغرب في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في بلاد الأندلس التي ظلت لثلاثة قرون متواصلة في رعاية الدول التي تعاقبت على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمارينيين وعرفت في عهد هذه الدول ازدهارا لا مثيل له في مجال الأذب والعلوم والفنون وهو الأمر الذي سيكون له بعد فترة من الزمن الفضل في بناء النهضة الأوروبية ولم يفوت المغرب اليوم وبالأمس توثيق الروابط بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين واليهود أيضا تثبيتا للأخوة الإنسانية وتحقيقا لمبدأ التسامع الذي كان ولا يزال الشعار الأسمى الذي يتوج مسيرته الحضارية ذات الجوهر الإنساني الخالد إنها محطات مشعة من حضارة المغرب التي تتميز إنها محطات مشعة من حضارة المغرب التي تميزت على امتداد مئات السنين بالعطاء والابتكار والتسامع مع جميع التقافات والأجناس والديانات الشيء الذي ضمن لها التواصل والامتداد والاستمرار حيث لا تزال إلى يومنا هذا تضطلع بالدور الرائد في القارة الإفريقية ولد الدول العربية والإسلامية ولها مكانتها المتميزة في شمال البحر الأبيض المتوسط بفضل صفارائها من أبناء الجارية المغربية المقيمة بدول أوروبا وفي كل أرجاء العالم